من الشاري حكمة كان أول ما علمه الناس من أمر غزو الإفرنج بلاد الشام أن أسرابا من النسور راحت تلقي بخواتم من أكلته من المسلمين على البلاد وكل خاتم عليه اسم صاحبه فغرقت البلاد بأسماء الناس وهي الوقعة التي قال فيها جمال الدين الحسن بن الحسن الشاعر طارت نسور على بغداد ملقية من الخواتم ما قد جاء بالخبر وأنطرت مطرا منها على حلب وفي دمشق فضاق الشام بالمطر وأصبحت مصر في أسواقها ذهب والموت في الذهب المنثور والأطور فقد ورد الخبر من بغداد أن جاءها يوم ذاك قاضي دمشق فخر الإسلام أبو سعد الهروي ودخل مسجد الخليفة وكسر أعواد المنبر ثم دخل مسجد السلطان وفعل كفعله الأول قال الراوي وفخر الإسلام هذا كان قاضيا أفطر في رمضان إذ دخل عليه من نجى من أهل بيت المقدس ومعهم مصحف عثمان يقسمون عليه أن الدم في المسجد الأقصى بلغ ركبة الفرس وأقسم بعضهم بل بلغ ركبة الفارس وأن أجساد القتلى تداخلت كأنسجة البصط وأفتى أن إسقاط تكليف الصيام أهون عند الله ميزانا من إسقاط تكليف الجهاد قالوا أخذ العسكر أبا سعد إلى أمير المؤمنين المستظهر فأورد في الديوان العزيز من الكلام ما أوجع القلوب وأبكى العيون إلا أن أمير المؤمنين لم يستطع البكاء كان يحاول جهده ولا يقدر فأمر بطسط من الماء يتوضأ ليظن الناس ماء الوضوء دمعا وخرج من المجلس فإذا بجمال الدين بن الحسن الحلبي الضرير يعترض الموكب وهو يقول أسماء أصبحن سماء وسماء تمطر أسماء وإمام الدين ببغداد قد أشبع لحيته ماء يتوضأ من غير صلاة كي يحسبه الناس بكاء قال الراوي وكان جمال الدين هذا في عسكر أنطاكية أشهر الحصار وانقطع في القلعة مع شمس الدين بن ياغسيان لما دخل الفرنج المدينة وحاصروا القلعة ثلاثة أشهر وشهد كسرة عسكر الموصل ودمشق أمام الثار وانسل من المدينة ليلا فبلغ حلبا مشيا على قدمي فعذره الخليفة لعماه وأمر الجند أن ينحوه فالتفت إليه أبو الحسن فإذا هو مبصر فقال المستظهر تعال الله يا أبو الحسن نراك مبصرا فقال أبو الحسن ببركتك أبصرنا يا أمير المؤمنين فأمر له بصرة من الذهب فأخذها وأخرج صرة فيها من مطر الخواتم ما شاء الله وقال هذه لك يا أمير المؤمنين هذه بتلك فوالله لم يبق لها وارث إلا أنت ثم لطم البغلة بصرة الدنانير فانتثرت وهاجت البغلة في وجه الخليفة قال قال الخليفة كنت أحسن أخلاقا وأنت أعمن يا هذا فأنشد الجمال يقول اسمعوا وصلوا على طاه الرسول فدا هذا العمى عمي وخالي ومن لم يفهموه من الرجالي لقد أغمطت عيني اختيارا لأنسى حال أصحابي وحالي فقال الناس أعمى لا يرانا فقلت نعم ومسلو وسالي فبدت أرى وباتوا لم يروني فيا للقوم للداء العضالي فإن قلت القصيدة فتحت عيني لأنظر وقع سهمي في النضال عماية اخترته من بين ألف كما اختير الحسام على الصقال وقلت لصاحب الدكان مرني وأكرمت الكريم عن الفصال عماية على ليالي احتيال أجازيها احتيالا باحتيالي إذا حكمت خيال الناس دنيا فإني يحكم الدنيا خيالي إذا ما سرت في درب فإني كذاك أسير في درب ببالي أشكلها كما أهوى فليست تصاغ من الدروب على مثالي وأجعل دربي المثلى بساطا على درب الحجارة والرمالي كما ألقى الصماط على الضحايا أبو العباس في العصر الخوالي فأبدي من زماني ما يواري وأخفي من زماني ما بدالي إذا ما نظم دهري لم يرقني غلبت الدهر عفوا بارتجالي عمن ثقة البصير بناظريه وإيقان الفتى عين الضلال وإن العلم مقصورا بحس لبحر بات ينقل في السلال سأعرض عن عيون لم تعني وعن عقل تفنن في اعتقالي عصايا على هواها صولجان أهش بها على غنم الليالي فأجعل بعض أيامي يميني وأجعل بعض أيامي شمالي فإن قلتم جعلت الآل ماءا فأي الماء فيها غير آلي أكان الماء فإن قلتم جعلت الآل فإن قلتم جعلت السراب فإن قلتم جعلت الآل ماءا فأي الماء فيها غير آلي أكان الماء ماء يوم أضحى إمام الناس يبكي كالعيال وحولك ألف سيف لم تجرد وجردت الغواني والغوال أكان الماء ماء حين راحت سباياكم على السمر الهزال ويوم الحصن صار الماء أغلى بأعيننا من الذهب المسال على الأبراج نصعد في العشايا نشيم على المدى برق النصال وحين بدون قلنا قد نصرنا لنندم بعد من عجل المقال صمدنا في الحصار على بروج تسلقها العدو على الحبال إذا ما من جنيق خاطبتنا عجبناها بأحجار ثقال كرات من لغا تسمو إلينا كما يسمو الحبيب إلى الغصال نقول لها وإن أمسيت جنا فما للجن إذن في الأعالي ونتبعها شهابا بابليا على اسم الله والغضب الحلال ونضربهم على عطش وجوع وأعيننا على قمم التلال ثلاثة أشهر صبر البرايا بأنطاكية والصبر غالي وصار الهام أكثر من حصاها وبان الثلج أحمر في الجبال وقد رد الصياح الطير عنها فمنها للعراق الجو خالي فلما أنبعثت لهم بجيش من الخصيان واختلف الموالي تسلمها الفرنجة بعد لأي فيا لله للشرف المذالي ويوم معرة النعمان يوم يحبب كل شمس في الزوالي ترى في سحنة البدر احمرارا كأن البدر بالنيران صالي وكانوا يأكلون الطفل حيا تكف الغول عنه والسعالي هذه واقعة حقيقية وكانوا يأكلون الطفل حيا تكف الغول عنه والسعالي ترى أطفالنا يشوون شيئا لتسلية الجنود والاحتفال متى يتحلقوا من حول طفل يديروه عليهم بالتوالي فهم قوم يرون الناس خبزا وبعض الدين أشبه بالخبالي وساروا لا دقاق رد منهم ولا رضوان مجنون الشمالي دقاق ملك دمشق ورضوان كان ملك حلب وساروا لا دقاق رد منهم ولا رضوان مجنون الشمالي وشيزروا بالأدلة أتحفتهم فساروا بالدليل وبالدلالي ونادينا الخليفة من قريب فألفينا الخليفة لا يبالي فليس لنا سوى الرحمن حصنا وليس لنا سوى الرحمن هنا بك الشاعر ولم يطق الكلام وجعل يسب السلطان والخليفة ورضوانا ودقاقا وكربوقة والعمراء جميعا كابرا عن كابر وظن الناس أن الخليفة يأمر بضرب عنقه لكن القاضي قال إن دم المسلم لا يحل بلطمة البغلة أما الوزير فقال يا مولاي إن سقيت الأرض من دم هذا تنبت رجالا مردا وخصوما لدا وإن ضربت عنقه نبت رأسه في جسد غيره وكان الوزير طبعا يقصد المجاز لكن الخليفة وكان يتطير مما لا يفهم عدل عن قتله ودعا بطسط آخر يتوضأ فيه ليحسبه الناس يبكي فقد كان الأمر راقه أما السماء فغامت مرة أخرى وعادت تمطر بأسماء المسلمين من الشعر حكمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر